السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر من ذا يفكر عجيب أمر هذه الأمة أتكلم عن الأمة بما هي أمة على شتى فئاتها الآن هذه الأمة التي آثرتها الزهراء صلوات الله عليها على نفسها البطاقة التي جاءت من السماء أوصت الزهراء أن توضع على صدرها شوف اسأل نفسها قل هاي الأمة الملعونة اش سوت في صدر الزهراء صلوات الله عليها يعني هذه الزهراء التي بهذه البطاقة توصي أن توضع على صدرها الشريف حتى تقابل بها رب العالمين فتشفع لكم أنتم جئتم وضربتم صدر الزهراء بدفعكم الباب بذلك المسمار لا يقول واحد من المخالفين أنا ما لا علاقة أنت توالي من قام بذلك الجرم فأنت شريك فيه قال أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه الراضي بالظلم شريك فيه وله إثمان مو إثم واحد إثم العمل وإثم الرضا به كل واحد يوالي عمر ويعرف ماذا صنع هذا الخسيس في الزهراء صلوات الله عليها شريك لعمر في ظلم الزهراء وقتل الزهراء ونبوع الدم من صدر الزهراء وكل شخص ينتحل ولاية الزهراء كذبا يقول أنا موالي للزهراء على حد زعمه ثم يخرج على وسائل الإعلام ويترضى على قتلة الزهراء إرضاء لمن يوالي هؤلاء فهذا كأنه قد جاء وقبض على الصوت الذي جلدت به الزهراء وشارك في الجلد لا شك ولا ريب وأقسم على هذا المنبر الشريف أن الزهراء صلوات الله عليها تتأذى لما تسمع أن أحدا يترضى على قتلتها وإذا كان هذا المترضي باسم التشيع يترضى فواء وإله الألم عند الزهراء أكبر وأكبر وإن كان هذا المترضي من ذرية الزهراء فواء وإله خصمك الزهراء يوم القيامة لا تقول تقية لا تقول كلام ما تعرف عنه لا تقول أجاملهم شون يعني جامل يعني جاملهم تدوس على جراح الزهراء الزهراء التي مرتحلت من هذه الدنيا إلا وكانت تصيح في وجه أبي بكر وعمر قائلة والله لأدعوان عليكما في كل صلاة أصليها أنت تروح تدعو لهما تقول رضي الله عنهما يعني عمدا تعاند الزهراء تخالف الزهراء تعاكسها الله أكبر أي دين عندك قل إني بتري ولست بشيعي لا تتعي شيئا لست من أهله هذه الأمة قابلت الزهراء بالخذلان نعم والله يسر علينا لا تشكون الزهراء في ذلك اليوم واقعا أنا صدقوني أفعل ما أفعل هذا هيدة أصيح أبين جرائم أبي بكر عمر عائش ومن أشبه قتلت الزهراء والله بس أرجو النجاة يوم القيامة أنه أمام الزهراء ما تحاسبني تقول لي ليش ما قلت شوية أرفع عن نفسي حتى لا أحاسب أنه أنا خذلت الزهراء صلوات الله عليها والله هذا أنا أعيش من أجله ما يهمني لا خلي طيرون راسي ما يهمني المهم أرفع عن نفسي يا أخي التكليف وإلا أكو يوم أكو يوم ترى واحد صعب يتخيل أكو يوم في هذه الدنيا قبل يوم القيامة ترى التفتوا جيدا أيها المؤمنون التفتوا يوم في هذه الدنيا أيام الرجعة الزهراء عليه السلام سترجع وستعقد محاكمة عالمية القاضي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم في ظلامات أهل بيته والعجيب جواب النبي صلى الله عليه وآله يومئذ هذا حديث هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه يرويه الثقة الجليل الصفار في بصائر الدرجات عن المفضل بن عمر الذي هو عند جمع من الثقات والأحرى أنه ثقة المفضل المفضل بن عمر له حديث طويل مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاء من جملته قول الإمام الصادق لما يصف أيام الرجعة ماذا سيحدث في أيام الرجعة في الدنيا في الدنيا ليس في الآخرة فقط محاكمة تعقد في الدنيا يقول الإمام الصادق عليه السلام وَكَأَنَّنِي أَرَى يَا مُفَضَّل إِنَّنَا مَعَاشِرَ الْأَئِمَّةِ وَاقِفُونَ عِنْدَ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله نشكو إليه ما صنعت بنا هذه الأمة من بعده نشكو من تكذيبنا وسبنا وإلى الآن تشوف يسبونا أمة أهل البيت تتسمعون يسبونا الأمة وإخافتنا والإخراج من حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله أخرجوهم هاي شوف إشجاب الإمام الكاظم على بغداد أخرجوه الإمام الكاظم كان في المدينة إشجاب الإمام الجواء إشجاب الإمام الرضا هناك إشجاب العسكريين إلى سام الراء أخرجوهم أجبروهم نفوهم عن مدينة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله نشكوه نشكو إليه ما صنعت بنا هذه الأمة من بعده من تكذيبنا وسبنا وإخافتنا والإخراج من حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وقتلنا وحبسنا إلى أن يقول فأول من يشكو إليه فاطمة عليها السلام من أبي بكر وعمر أول محاكمة يحكم فيها رسول الله إلى إما كلهم بالدور علي أمير المؤمنين ماذا وقع عليه الحسن الحسين لا 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 أولا فاطمة الزهراء أول من تشكو لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله تشكو ممن اسمع قول إمامك وسند معتبر تشكو من أبي بكر وعمر ماذا صنع أبو بكر وعمر في الزهراء وتبدأ الزهراء عليها السلام تحكي ماذا جرى عليها مما يدمي القلب إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله كما يصفه صادق آل محمد عليه والسلام يقول بعد ما يسمع النبي كل هذا من الزهراء الظلامات وظلامات الأئمة يقول فيبكي النبي صلى الله عليه وآله ويقول قد فعلوا بكم ما فعلوا بجدكم القوم هم القوم فعلوا بكم يا أبنائي يا بنتي الزهراء يا ذريتي فعلوا بكم ما فعلوا بجدكم المأساة هي المأساة مأساة أهل بيت النبوة مستمر على مدى القرون والأزمان إلى يومنا هذا إذا أنت تريد أن ترفع عن نفسك التكليف العتب المسؤولية الخوف من ذلك اليوم اتحرك على الأقل لا تخرج من هذه الدنيا إلا وقد أديت شيئا في الانتصار للزهراء على من ظلمها وآذاها وقتله خلي الله عز وجل يشوف منك موقف يشوف منك شيء اللي تقدر ترفع به راسك أمام الزهراء البتول صلوات الله عليها تبيض وجهك هناك فتقول مولاتي أنا قلت أنا ما سكت أنا ما سكت على دمج أبدا أنا تكلمت قلت قلت أيها الناس هؤلاء ظلموا الزهراء وأقمت البراهين ودفعت الناس إلى موالاتك والبراء من أعدائك يا مولاتي أنا تكلمت أنا ممثل البقية الذين سكتوا وخذلوا خلي كون هذا كلامك لا تكونن من الذين كانت الزهراء عليها السلام تؤثرهم على نفسها وخذلوها صلى الله عليك يا فاطمة صلى الله عليك وعلى ذريتك الذين وقع عليهم ما وقع من المظالم لأن أمهم فاطمة صلى الله عليك وجعلنا الله تعالى ممن ينصرك في الدنيا وينال شفاعتك في الآخرة حين تلتفتين تلك الالتفات إلى هذا الخلق وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين